اشتركوا في القناة ويناوي يعمل ايه في عشرين وعشرين وانا كان اول حاجة في الليست بتاعتي ان انا اخيس استنادي بالفعل بدأنا الحملة ونزلت لحضراتكم الموضوع او نظام غذائي على الصفحة بتاعتنا وفيه كتير جدا تابعوا النظام الغذائي وصديقاتي اتصلوا بيا وقالوا لي تعالي نعمل جروب مع بعض ونشارك بعض هنعمل ايه ومشينا على النظام الغذائي وكنا كل يوم بنصور لبعض الاكل بتاعنا نهاية الاسبوع انا كنت خايفة جدا ان انا اوزن نفسي قررت ان انا موزنش نفسي غير لماجي لحضراتكم هنا بس في صراحة انا اتفقلت لان مقاسي نزل ياسين فاكيد يبقى الوزن نزل يعني لو كنت بقى لبس 42 دلوقتي بقى مقاسي 40 وحديت ان انا اشارك حضراتكم اللحظة بتاعة الميزان وبالفعل الميزان موجود على الارض دلوقتي وحاوزي الناس يقدموا حضراتكم زي المرة اللي فاتت وصحباتي كلهم وكل اللي تابعونا برضو يزنوا نفسهم ويكتبوا لي على البيج بتاعتنا يطرى ايه الاخبار ويطرى انزلنا كم كيلو بسم الله الرحمن الرحيم لا بجد انا فرحانة جدا 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 84 يعني الوزن نزل 3 كيلو 3 كيلو في اسبوع فبجد مبسوطة جدا يا رب كلكم تكونوا اتبسطتوا ويا رب كلكم كل اللي بدأوا معايا التحدي ده يشوفوا نتيجة حلوة جدا المرة دي والنتيجة دي تفرحهم وترضيهم فاصل وهنرجع تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الاعزاء في الحقيقة برنامجي هو في الحقيقة برنامجي هو بس كان فيه فقرة كنت مسميها اسأل مونة والفقرة دي كنت حضراتكم بتتواصلوا معاي وبتبعتولي مشاكلكم طبعا الموسم بتاع البرنامج انتهى وبدأت برنامج جديد ولكن مازالت المشاكل مستمرة ومازال المشاهدين بيبعتولي مشاكلهم فحضراتكم ابعتوها بقى على صفحة هي وآدم وطبعا مش هقدر اتجهلها هنكمل الفقرة دي برضو في برنامجنا هي وآدم يعني هنكمل فقرة اسأل مونة وحضراتكم برضو هكون متواصلة معاكم دايما ونحاول نحل مع بعض مشاكل حضراتكم جالنا مشاكل كتيرة جدا جالنا كذا مشكلة ولكن في استغاثة بعتها ليه أب الأب ده عنده ست أولاد خمس بنات وولد طبعا الأب بيشتغل في الأوقاف وراجل تعبان جدا شئي على أولاده أولاده كلهم جامعيين وفيهم بنت معوقة ولكن ما شاء الله دلوقتي خريجت كلية الأداب الأب طبعا ابنه كان ولد وحيد الولد ده دخل الجامعة وضحك عليه الشباب انتوا عارفين وللأسف الابن ده أدمن وبقى مد من مخدرات الأب بعتلي استغاثة واتصل بي وبيبكي وبيقول لي أنا ما عنديش القدرة المادية اللي أقدر بيها إن أنا عالج ابني فهل ممكن أي مصحة تاخد ابني تعالجه ابني الوحيد الولد الوحيد على خمس بنات فأنا بناشد أي دكتور عنده مصحة أو أي مستشفى لو يقدروا يعالجوا الحالة دي دي حالة إنسانية ياريت يتواصلوا معي رقم فريق الإعداد موجود على الشاشة قدام حضراتكم تواصلوا مع فريق الإعداد وهنوصلكوا بالحالة ويبقى جزاكم الله خيرا وغيرتوا مصير إنسان دي كانت استغاثة كان لازم أتكلم فيها لإن الأب حالته صعبة جدا فيه بقى من ضمن المشاكل وصلنا مشاكل كتيرة جدا خليني قونست مع حضراتكم خليني صادقة مش أقدر نقش كل المشاكل ولكن فيه مشكلة استفزتني جدا 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 وهتستفزد حضراتكم المشكلة دي جات لي من مشاهدة المشاهدة الكريمة بتقولي إن هي دكتورة دكتورة بشرية وأول ما اتصلت بي بتقولي أنا عايز بفكر إن أنا أموت نفسي أنا بفكر في الانتحار قلت لها إيه لي وصلك لمرحلة إن أنت تفكري في الانتحار إيه لي وصلك للمرحلة دي ده إحنا لسه منتكلم عن عشرين عشرين ومنتكلم عن التفاقل قالت لي أحجيلك حكايتي وتعرفي ليه أنا فكرت الفكر ده قالت لي في الحقيقة أنا متجوزة بقالي عشر سنين جوزي في الحقيقة كنت دكتورة نجحة جميلة شكلي جميل أنيقة لبسي شيك وكنت من أسرة متوسطة زوجي يكبرني بخمستاشر عام يعني هو أكبر منها بخمستاشر سنة حاول يتجوزها حاول يتقدم لها مرة واثنين وثلاثة وكانت بترفضه وده طبعا نتيق لأن هي مش حاسة من ناحيته بمشاعر وكمان فرق السن أهلها قالولها يا بنتي دول هاي عايشك في مستوى كويس وانت دكتورة وهاي عايشك في مستوى اجتماعي كويس والرجل شريكي خلاص اتجوزي بالفعل اتجوزته بتقول بعد الجواز عاملني كملكة جاب لي تاج ولبسه لي وقال لي انتي ملكة مفيش حد في الدنيا زيك عايشني أحسن عيشة عيشة ما كنتش أحلم بيها جبت منه ولد وجبت منه اتنين عندها ولدين منه عايشنا مع بعض تسع سنين منتهى السعادة بيعملني أحسن معاملة بيتبهى بيا في كل مكان كل مكان يقول مراتي الدكتورة مراتي شيك مراتي رائعة بيتبهى بيا في كل مكان على الرغم من مستوى التعليمي الهايل من سنة بالزبط ابتديت ألاحظ أن جوزي بيعمل تصرفات غريبة تصرفات سبيانية يبص دي يعكسها نبقى قاعدين في مطعم يبص للترابيزة اللي جنبنا لو فيها بنات لسه في الجامعة أو بنانيت صغيرين يبدأ يعكسهم يبص دي هتقوليلي أنت أهملت نفسك يا مونة لا أنت ما أهملتش أنا ما أهملتش نفسي أنا زي ما أنا بشيكتي وبرشقتي وبجمالي هو اللي متغير هو اللي مش طبيعي رصيد الحب اللي كان جوايا ليه غفر له كتير غفر له مرة واثنين وتلاتة غفر له كتير لغاية وممكن الغفران ده كان غلط مني لأنه تمادة وزودها الغفران ده وصلوا لمرحلة أنه بقى يبص على بنات عيلتي عيلتي اللي هو خلاني في وسطهم نجمة نجمة سينما إيه مستوى اجتماعي شياكة جمال مستوى تعليمي أولاد في مدارس انترناشنال كلهم شايفين إن أنا عايشة عايشة مش موجودة عند حد تخيلي إنه بيبص لبنات خلتي بنت خلتي دي لسه بنت في الجامعة صغيرة والأكتر من كده إنه طلب مني أنا أن يخطبها له طبعا أنا يعني استفزدت جدا ومش متخيلة في ناس كده طلب منها إنه هي تخطب بنت خلتها اللي لسه طالبة وهو عنده تقريبا خمسين سنة دلوقتي قالت له ازاي ازاي انت بتطلب مني كده انت بتحذر صح طبعا اتدلل عليها لأنه عارف قد هي بتحبه وقد ايه هي متيمة بي اتدلل عليها وفضل يقول لها اعتبريني زي ابنك اعتبريني معلش دي نزوة وخليكي وقفة جنبي انت وقفتي جنبي كتير في نزواتي دايما كنت بتقوليلي ان انا في جواكلية رصيد من الحب فاعتبريني بتدل عليك بتقولي حسيت ان فيه زلزال حسيت ان حياتي بتنهدم وخصوصا اني مش بحبه انا بحبه جدا جوزي وابو عيالي وعملني معاملة حسنة خلتني حبيته جدا 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 بس هو استغلي الحب ده هو مرمطني بالحب ده بتقولي انا مش عارفة اعمل معاي ده بيلح على الموضوع ده جدا وطبعا هتقوليلي انت دكتورة واتطلقيه ويعيش حياتك انت وولادك واعتمدي على نفسك واكيد هو سيبلك رصيد مادي عايز اعرفك حاجة رغم الغنى الراهيب اللي هو كان فيه الا انه كان بيديني على قد احتياجاتي فقط مش بخيل ولكن كان بيديني على قد احتياجات الشهر عشان لما يخلص قطله بتاني فافضل محتاجاله على طول وتعودت على قاعدة البيت وتعودت ان انا بقى ليدي وسيدة مجتمعاتي عايزة تقوليلي ابدأ من الصفر تاني اعمل ايه انا هرد عليك دلوقتي واقولك تعمل ايه انت بتقوليلي في بداية المكالمة ان انت عايزة تنوتي نفسك موت بموت مش انت كنت عايزة تنتحري موت بموت بعضك عنه مش هيموتك بعضك عنه مش هيضيعك استردي ثقتك في نفسك ممكن تكون عنده مراهقة متأخرة وديليها علاج بس دمار يعني دمارك لنفسك ده صعب بلاش تخسري نفسك اقفي اوعي تخلي اي راجل يكسرك مش بقولك اطلقي لان انا دايما ما بحبسش فكرة الطلق وخصوصا ان فيما بينكو اولاد ما بقولكش اطلقي لكن لازم يبقى فيه سطوب البلونة لما تقعد تملى فيها تملى فيها تملى فيها تملى فيها في الاخر بتنفجر هتنفجري وفي الاخر هتضري نفسك فانت كده 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 وصلت المرحلة من الاتقاب الفضيعة لا انا بقولك فوقي انت كويسة انت حلوة انت تستهلي احسن من كده هو هان على انه يهينك ياريته عمل كده في السر ياريته عمل كده من غير ما يقولك لكن عايز واحدة من عيلتك عايز يكسارك قدام عيلتك كلها وعايزك انت اللي تخطب يالو انا ما شفتش كده في صراحة الله يكون فعونك بجد بجد ما شفتش كده لو عايز ارأي المتواضع انفاصلي عنه ما تتطلقيش بس تخدي وقفها اقفي على رجلك انزلي واشتغلي اوعي تفقدي ثقتك في نفسك ممكن الشغل داي الهيكي وممكن عشان هو الوحيد اللي في حياتك ما خليك مركزة معاه وحاسة انك مش هتقدر يتعيشي من غيره لا انزلي الحياة فيها حاجات حلوة كثيرة جدا فيها شغل فيها انك تشوفي ولادك بيجبره قدامك بينجحه قدامك تشوفي سمرت مجهودك في ولادك وفي نفسك الحياة فيها حاجات جميلة جدا وساعاتها هو هيفوق هيفوق قوي ويقولك انا اسف ويرجعلك وساعاتها انت اللي تتشرطي عليه وممكن برضو بقولك تكون مراقبة متأخرة فاصل ونعود وارجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الاعزاء في الحقيقة فيه في مصر طفرة جميلة جدا بصراحة انا شخصيا عجباني جدا 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 ملاحظة ان البنات الجامعيات خرجين الطب والهندسة والصيدلة ابتدوا يتجهوا اتجاه جديد وحلو قوي ابتدوا يتجهوا انه هم يعملوا كورسز في المايكب ويشتغلوا مايكب ارتست ده تفكير حلو جدا احسن ما يتخرجوا ويعودوا لان فيه كسافة عالية في مجالات وفيه فراغ في مجالات اخرى والحقيقة المايكب مش حاجة وحشة ابدا بالعكس ده فيه بعض الدول فهمة الكلام ده كويس زي مثلا فرنسا بقت عاصمة المودة والمايكب في العالم كله عاملين كليات للفاشن ديزاينرز للمايكب ارتست عاملين كليات وعلم بي ودرس فاصبحت هي عاصمة المودة في اوروبا كمان بنلاقي في لبنان موضوع المايكب مهم جدا اي واحدة كلكوا عارفين اي واحدة عايزة تعمل نيولوك كده تروح على فين؟ على لبنان طب مصر ام الدنيا اي احنا من زيهم ولا ايه؟ ففعلا ابتدت طفرة هنا لو حضراتكوا تلاحظوا هتلاقوا حتى الدكاترة تجاترة التجميل كتره جدا وبقوا فيهم حرفية عالمية كمان المايكب ارتست لما تدرسها واحدة اصلا زكية ما هو اللي بتدخل طب زي ولا هندسة دي اكيد واحدة زكية جدا لان هي زكرة اجتهدت فزي ما اجتهدت في طب او في هندسة برضو بتجتهد في مجال المايكب ودي برضو روح حلوة جدا عايزها لكل الشابات يعني اي شابة او اي شابة انت مش لقي شغل بشاهدتك او عندك تالنت معينة دور على حاجة جديدة مش عيب ابدا بالفعل لقيت مدرس كتير جدا بتدرس المايكب فجات لي فكرة الفكرة دي ان احنا نعمل مسابقة المسابقة دي تكون ما بين المايكب ارتست على مستوى مصر كلها قررنا ان احنا نجيب مايكب ارتست في كل حلقة المايكب ارتست هتنورني في الستوديو هتعمل لكم لوك كامل لموديل هتبقى معينا وهنشوف احسن واحدة او احسن مايكب ارتست وهتبه اي هي مايكب ارتست ايجبت احسن مايكب ارتست في مصر كلها المسابقة دي برعاية نقابة التجمليين وان شاء الله يكون في لجنة تحكيم في نهاية المسابقة وان شاء الله برضو هم اللي هيسلموها الجايزة في جوائز عينية وفي جوائز معنوية هيلة جدا هقولها لحضراتكم ان شاء الله فكل مايكب ارتست لو حبه ان هي تشترك معنا احنا فتحين باب المسابقة لسه في اماكن لو حضرتك او حبه تشترك معنا المسابقة مازالت مستمر وامانا مننا بان فيه فعلا مواهب هيلة في المايكب هنبدأ مع بعض المسابقة واول متسابقة معنا معنا اول متسابقة خريت كلية الهندسة ومش اي قسم ده قسم بيترو كيمويات يعني قسم صعب جدا والمفروض ان شركات البترول تخطفها خطف ولكن الموهبة الموهبة فضلت جواها لا انا عايزة بقى ميكب ارتست ومشهورة ومميزة درست فهمت 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 كل حاجة بتفاصيلها بعلمها اشتغلت صح دخلنا على البيتش بتاعتها لقناها مميزة جدا 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 بتفهم كل وش ما وفي ميكب ارتست تروحي لها تخليكي ملكة جمال وفي ميكب ارتست تروحي لها وانت اصلا جميلة تخليكي زي العفريتة فلازم تكون الميكب ارتست موهوبة وبتفهم في الوشوش معينا ومع حضراتكم الميكب ارتست وكمان خبيرة في المايكرو بليدينج نادا محمد جيبر صحي كده اهلا وسهلا اهلا وسهلا شرفتيني ونورتيني النهاردة في الاستوديو شرفتيني ونورتيني وبجد انا دخلت على البيت يا جماعة الميكب ده هي اللي عملهولي جارك الكاميرا تقرب كده بقى شوية توريلي المشاهدين بوصوا هي اللي عملالي الميكب ده هي اللي عملالي كل الميكب ده واعتقد هي عملهولي وبجد انا مبسوطة ربنا يخلليكي يا ربي حبيبتي نورتينا النهاردة منوهريك يا حبيبي انتي خبيرة في المايكرو بليدينج هنتكلم الاول على المايكرو بليدينج وبعد كده هنتكلمع الميكب ومعينا كمان موضل زي الامر たاخير عولها ازايك يا عولها نورتي الدنيا حبيبتي ربنا يخليكي راح القلب يعني إيه ميكرو بليدينج؟ بصي هو الميكرو بليدينج يعني تقنية حديثة قوي من التاتو بنستخدمها بأن إحنا بنرسم بنكسف الحجب بشكل طبيعي قوي يعني بيبقى ناتورال يعني طبعا أأمن بكتير من التاتو العادي فبنتفتع عيوب التاتو عن طريق الميكرو بليدينج طبعا بيتعامل بتكنيك معين التكنيك بيتعامل به إن إحنا طبعا الألم بيبقى يدوي بنتي جايبا لنا الأمل الألم معي هايزيني ورلي المشاهدات أهو الألم يا دوي طبعا أكنك ألم جاف عادي يعني ورهولي كده طيب هل الحاجات اللي جوه زيليها على أكا لا لا ده أكسيسوريز طيب هو الألم أهو يا جماعة تمام بنحط هنا إيه؟ بنحط النيدل هنا الإبرة النيدل أوكاي اللي هي الإبرة المفروض ببرسم بيها بتتحطي بعد كده يعني بيبقى فيه قاب كده فيه الأنك تمام بحط الحبر وبالإبرة بالراحة كده برسم شعره شعره بشكل طبيعي بمشي باتجاه شعر الحجب بالزبط طب هل بيبقى ألم؟ لا خالص الألم محتمل جدا يعني الألم غير التطول عادي التطول عادي عميك لكن الميكرو بليدنج ساطحي بنشتغل على تاني طبقة من الجلد اسمها الأب ديرمز الطبقة دي يعني أنت مجرد أكنك خربيش أكنه خدش خربيش بيبقى فيه بنج موضعي؟ بيبقى أوه بنستخدم في الجلسة بنج موضعي طبعاً كده يكون الألم مفيش ألم يعني فبتحسي بحبة حرقين كده بسيط مفيش أي حاجة بس لازم طبعاً تبقى متابعة الأفتر كير اللي بعد الجلسة طب إيه بقى الأفتر كير؟ يعني أنا دلوقتي أنا رحت جتلك وعملت المايكرو بليدنج حواجبي ومفسوطة بي جداً ولكن إيه اللي ستيبس اللي بعد كده عشان كل المشاهدات يبقوا فاهمين؟ أوه طبعاً بعد الجلسة لازم الأفتر كير ده أهم حاجة جداً إنه هو يعني ما ينفعش إن هي تجيبها لحواجبها ميا تماماً يعني المنطقة دي ما ينفعش ميا ما ينفعش تقشر حواجبها القشرة ما ينفعش إن هي يعني تحط أي كريمات آه لازم تبقى مهتمة عشان ما حصلش إنفكشن يعني ما حصلش أي أي ضرر آه أي ضرر تماماً فلازم تبقى مهتمية بالحاجات دي وطبعاً هي لو حست بشوية حرقين بسيط بتحط مداد حيوي نقطة بسيطة وخلاص لكن طبيعي هي بيقشر التطول بنحط مداد حيوي لا التطول عميك جداً عميك جداً وبيبقى مختارك طبقات الجلد العميكة يعني آه فقلمه بيبقى جامد جداً فبتضطاري أصلاً يعني غير محتمل يعني الألم مش محتمل يعني لازم تحقيني إبرد بنجة عشان أنا كنت لسه هسألك بقى إيه الفرق ما بين التطول والميكرو بليدينج آه ما هو التطول التطول العادي بيبقى عميك آه فبيشتغل طبعاً مش بقلم يدوي زي ده بيبقى ماشين ماشين كهرباء فطبعاً بنحط فيها النيدل بيسمع صوت الزبزبات كده أيها شعلاً ده بيبقى عميك وبيخش لطبقة الجلد جوه آه فطبعاً ليه أضرار إنه هو ممكن الشب لو معجبهاش مش هتعرف تغيره آه مثلاً حد يبوز لها شكل حواجبها تبقى صعب إنه تغيرها غير لازم تعمل جلسات ريموفال ليزل فصعب جداً لكن الميكرو بليدينج عادي إحنا بنرسم شعر ما بين الشعر بتاعك الطبيعي يعني مثلاً لو واحدة حواجبها حلو بس فيه مثلاً سبيسيز كده أو فيه فجوات ما بين الشعر والتانية آه إحنا بنملي بقى الشعر بتنله الفضوات مجرد إحنا بالقلم كده أكنك بتعملك بعملك حواجب بالآي شادو مثلاً أو أي حاجة تمام بنملي الشعر كده على شكل شعر بسيط رفيع فما بيبنش بيبقى طبيعي جداً أكنك مش عاملة حاجة جميل طيب ألوان بقى الميكرو بليدينج هل هي لون معين ولا لأ طبعاً فيه كل الدرجات من أول البلوند لحد الدورك براون ما بستعملش طبعاً أسود عشان أسود انت عارفة أكيد بيقلب على أزرق واخضر والحاجات دي آه طبعاً بس الألوان بنختارها لحسب طبعاً برضو طبيعة لون الشعر ولون البشرة بالضبط فعلاً ماينفعش إن أنا أعمل لها مثلاً شعر حواجبها غامق وأحط وارسم لها ببلوند مثلاً أو حاجة كده آه أنا بشوف مهازل أخياناً يعني ما هو بقى لازم نختار المتخصص الفاهم الدارس علشان بصراحة أنا بشوف مهازل يعني يبقى شعرها بلوند أوكي وعملها إسفل تعمل إسفل لأ صعب جداً تبذيل عفريبين جد بشكل صعب جداً صعب جداً أوه لأ فعلاً لأ هو لازم بنختار على لون البشرة كمان يليه على بشرتها إحنا معنا صور كمان آه آه الأستاذة نادا أو البشمهندسة بقى نادا جايبين هل جايب هل آه فالصور معروضة على الشاشة دلوقتي آه علشان حضراتكم تشوفوها بتكون إزاي طيب إحنا دلوقتي عملنا الميكرو بليدينج أوكي أو أنا نوية أعمله أنا واحدة من الناس أهو من الجمهور نوية أعمله أكلمك نادا حبيبتي أنا جايلك عشان تعملي طميم إيه الخطوات أو إيه الإجراءات المفروضة إن أنا أعملها هل في حاجات معينة المفروضة أحطها في حاجات تنتنع عنها لأ هو يعني قبل الجلسة مش حاجات كتير قوي هو أهم حاجة بس لو حد بياخد علاج الحاجة في بشرته أو حاجة داخل فيها مادة الريتينول أو فيتامين إيه أو الحاجات دي يحاول يبطلها أو أي كريمات عموما البزات لو بشرتها دهنية عشان لو البشرة دهنية بتطرد اللون أكتر طبعا إحنا شايفين الصور دلوقتي على الشاشة حضراتكم شايفين الصور بفور وافتر وبتشوفه قد إيه فيه اختلاف بجد فيه اختلاف رهيب أوه لأ يعني يعني كونفيتلي ديفرنت وبعدين شاكله فاري ناتشرل أوه جدا يعني تحس إن هو حاجب بجد وشعر بجد أوه بالزبط يعني بيبقى كمان بختور نفس لون شعر الحاجب ممتاز لو حد عايز يبقى اللون أفتح بيقوله يفتح لون حواجبه الأول علشان أعمل بنفس لون الحواجب علشان ما يبقاش فيه حاجة يعني فيه حاجة شكلها وحش يعني ما يبقاش الشعر لون ولون طب أنا عايز أتفضل أنا عايزة أسألك بقى طمام هل أنا دلوقتي هاجي أعمله بني وأنا شعر حواجبي لونه أسود آه أنا هبقى أزبغي الحواجب أسود هتزبغي لون الشعر بقى فاتح مش أنت ياسبغي الشعر فاتح والحاجب نفسه أعمله فاتح عشان يبقى فيه ماتشنج مع الكالر اللي هتخطيه آه أنت لو عاملة شعرك فاتح أصدك آه تمام الصور دلوقتي على الشاشة حضرتك اشرحيها لنا بقى تمام هي الصور موجود على الشاشة دلوقتي أنت جايبا لنا بفور وافتر هل عايزة بدي في حاجة على الصور لأ هو بفور وافتر يعني هو موجود قدامنا كده يعني فيه يعني بفور وافتر فيه ناس بيبقى ست كبيرة مثلا الحواجب خفيفة خولص الشعر أبيض فطبعا ده بي الصور موجودة أهي تمام آه يعني دي مثلا كبيرة في السن شعر الحواجب طبعا كان خفيف جدا يعني كان دي كل ما عندهاش أصلا حواجب آه فعلا آه بالزبط فطبعا الموضوع اختلف معاها تماما يعني هي حتى بعد الجلسة يعني فرحت جدا طبعا آه بالزبط فكان فيه عندها شعر أبيض دي طبعا بنوطة طبعا حجة وعشرين سنة كده برضو هي حواجبها ما تعتبرش خفيفة قوي آه بس أنا عملت لها شيب رفعت لها الحواجب آه مع كسفت لها الشعر أكثر أعطاك ده من غير ميكاب لأ من غير ميكاب ما هو كده ما فيش ميكاب هو كده طبيعي شكله كده آه حيل آه برضو دي برضو كبيرة عندها شعر أبيض حجب تماما مفهو الشعر آه برضو المشكلة بنية أغلبهم أغلبهم الشعر بيبقى أبيض أغلب بيكلموني شعرهم أبيض آه بالضبط دي برضو كانت خفيفة شعر مش أبيض بس كانت خفيفة ظهرت شكل الحاجب أكتر وهنا الحواجب برضو عملت لها رفعتها حلوة قوي عطت شب أحلى يا حلوة قوي الشب يجنن آه بالضبط لأ شكلي هجيلك تنوريني تنوريني يا ربي حميل تمام بس فهو أحلى حاجة إنه هو شكله ناترال طيب اتكلمنا على الخطوات اللي المفروض إن إحنا بنعملها إيه هي قبل ما نيجي نعمل قبل الجلسة بقول لحضرتك المفروض ما تحطش لو بشرتها دهنية ما ينفعش تحط أي كريمات لمدة أقل سبوع يعني بلاش كريمات تعمل دهون زيادة في المنطقة تمام وأي حاجة فيها علاج للبشرة يعني داخل فيها ريتينول وفيتامين إي الحاجات دي برضو بتترود اللون بسرعة الريتينول والفيتامين إي دول أساساً بيبقوا حاجة أو يعني مكون أساسي في أي مي أو في أي كريم أو أي كريم للترطيب صحي كده؟ فيتامين إي موجود في كريمات الترطيب طبعاً فده بيخلي الموضوع يبقى في أويلي أكتر فإحنا بنبتعد تماماً عن الموضوع ده علشان تبقى جاية اللون يبقى ثابته أكتر أنا عرفت بقى حاجة جميلة عنك وصراحة خليتني يعني مبسوطة جداً منك البش مهندسة جميلة مهندسة نادا بتعمل حاجة حلوة جداً يا جماعة طبعاً في مرضى الكانسر بيبقى عندهم مشكلة في موضوع الحواجب طبعاً والشاعر فطبعاً هي بتعمل لهم الحواجب وبترجعهم مبسوطين تاني لأن طبعاً الموضوع ده بيفرق في النفسية 180 درجة يعني محدش يقولي الموضوع عادي لأ الموضوع بيفرق في النفسية جامد مجرد أن الواحد بيقف قدام المراية ويلاقي شكله كويس بيفرق في نفسيته وده طبعاً بيساعد على علاجهم أفضل لأن طبعاً معنوياتهم لما بترتفع بيساعد على علاجهم أسرع طبعاً نفسيتهم بتبقى تعبين لوحدها يعني من جار حاجة وانتش تبرعت لنا بحاجة بقى عايزك تقولي لمشاهدات متبرع لنا بإيه بقى؟ جلسة ميكرو بليدنج فري لأول حد يعني أول متصل أول متصل إن شاء الله أول متصل يا جماعة جلسة ميكرو بليدنج فري وكازيون وكازيون أي حد يتصل إن شاء الله بيبقى لي مدنوطة كده حلوة ونفسها تعمل ميكرو بليدنج وهيبقى ليها جلسة فري ولو حد معلش أوه طبعاً معلش لو حد لقدر الله بعد الشر يعني ربنا يشفيه ويعافيه عنده الكنسر أو فقط شعره لأي سبب مرضي برضو هتعمله الجلسة فور فري أوكي؟ طبعاً تانكيو متشكرة جداً طيب ننتقل لفقرة الميكوب معانا موديل زي الأمر أهي طيب ممكن بقى هنسأل الأسئلة وانشي معاها عشان وقت البرنامج أوكي تمام عولة الجميلة إزايك يا عولة زي ما احنا شايفين احنا عمليم جزء قبل التصوير يا جماعة عشان وقت البرنامج وهنكمل دلوقت البنانيت بقى إزاي تعرفي الميكوب بتعمل إزاي ستيب باي ستيب من خبيرة تجميل محترفة هنشوفه دلوقت مع خبيرة التجميل والميكوب أرتست الشطورة جداً جداً ندا طيب أنا قبل ما أعمل الميكوب بتاعي تمام سمح لي أقف تمام أوكي قبل ما أعمل الميكوب بتاعي يا تارا إيه اللي ستيبس اللي أنا المفروض أعملها قبل الميكوب هو المفروض أي بنت تبقى مهتمة طبعاً لها روتين يومي لبشرة ده بيساعد إن اللوك يطلع سموسي أكتر وشكله هلسي ترتيب يعني حط كريم لا هو روتين يومي روتين يومي اللوكريم النهار وكريم اللي تستخدم عموماً الغسول بتاعها الترتيب بتاعها الخاص ببشرتها مهتمة ببشرتها يعني تمام ده أهم حاجة قبل الميكوب بقى إحنا لازم بنشيل أي ترصبات من ميكوب قديم أو بنخسل بشرتنا كويس قوي بغسول المناسب وبعد كده بنحط التوني طب معلش سوري أمو أنس من أسوان أهلاً وسهلاً أهلاً بك يا حبيبتي أهلاً أهلاً يا حبيبتي أهلاً بحضرتك أهلاً بك يا معلومة كنت عادة أسأل الأستاذة بنوتي كده عندها 13 سنة طلع لها حبوب الشباب وكده بس أنا مش عايزة أستخدم لها يعني أي مراهنة فيها كيمويات وكده عشان ما تأثرش على بشرتها وهي لسه بغنطوطة لو في أي حاجة طبيعية بحيث أن يتهدي مع موضوع الحبوب والحاجات اللي طلع في وشها دي من عينينا يا مؤنس بنوتي تمؤنس عندها 13 سنة تمام وعندها حبوب في بشرتها وهي مش عايزة تستخدم أي حاجة كيميكال مش عايزة تستخدم أي حاجة كيميكال بس لازم كده مفيش وصفة كده طبيعية كده نعملها لها هو بسي الحبوب بالذات لازم الأول تكشف دكتور جلدي تمام لازم يعني ما قدرش أفتي في الحوار ده خالص آه يعني لكن يعني ممكن ماسكات تانية أنا ممكن أقولك عليها لكن كحبوب أنا معرفش الحبوب ملتهبة أو لقدر الله فيها حاجة لازم الدكتور هو اللي شوفها طب لو مثلا لو ماسك مثلا نقوله كده سريعا للمشاهدات يعني بسي أي يعني هي ممكن تدخل اللمون مثلا اللمون مع زبادي مثلا لا الزبادي بالدهن ممكن الزبادي تطلع الحبوب أكتر وعايز حاجة تجفف البشرة الطماطم آه عصير الطماطم حلو جدا للحبوب يعني ممكن عصير الطماطم تشربه لا مش تشربه إن هي تأسرها آه وبقطنا كده باز زي باز بتغطي الميكب كده وتمسح بها وشها تمام والصبح يعني يا ريت تخسل وشها بغسول مناسب للحبوب يعني ما ينفعش تجيب عليه أي حاجة تمام يعني تخسل وشها كويس وتحط تونر عشان تقفل المسام وتحاول إن هي تخسل وشها مرة كمان في اليوم خلاص يا مؤانس يبقى دايما النظافة الغسيل الوش نجيب غسول مناسب للبشرة يجفف الدهون من البشرة فبالتالي الحبوب تقل آه برضو عرفنا إن عصيري الطماطم ده لو عملنا لو عصرنا الطماطم وخدنا عملنا بيها مصك دي برضو بتقلل الدهون وقبل كل ده ورقم واحد إنك تستشيري دكتور لازم تروح للدية علشان نعرف سبب الحبوب إيه ده شيء مهم جدا جدا لإن ممكن تيجي تعملي وصفة طبية أو وصفة صورية طبيعية من غير ما تستشيري الدكتور فتقلب بالعكس تزود الحبوب أو تعمل التهابات فاستشيري الدكتور الأول آه ورجعنا تاني للميكوب هايل على فكرة ما شاء الله بجد لوني جنن أنا عجبني كمان من غير الجليتر على فكرة آه من غير الجليتر حلو جدا طيب قولنا كده بقى ألواننا الحلوة الجديدة في شتاء عشرين عشرين هل في ألوان جديدة موضة؟ الشتاء هو طالع معنا يبصي هو مفيش أنا بالنسبة لي مفيش ألوان موضة في الميكوب يعني أنا إحنا بنختار الموضة على حسب لبسنا آه بس يعني أنا بحب الألوان كلها يعني ممكن نستخدم كل الألوان تمام يعني بس هو طالع معنا جديد إن إحنا نستخدم الألوان الغمقة طبعا الألوان النود كلها معنا مكملة يعني ما بتبطلش تمام الألوان الغمقة الأيلينر الملون الأيلينر الملون فوق العين الأيلينر الأزرق والأخضر والأورنج والدهبي آه فعلا فيه ألوان أورنج ودهبي وفرونزي تمام كل ده طالع موضة وطبعا الكات كريس من أشكال العيون طبعا مكملة معنا طالع موضة جدا تمام إزاي بقى الكات كريس؟ الكات كريس بنعمل إن إحنا بنبرز عظمة الحاجب هنا تمام ونقطع دي إن إحنا بنخلي الجزء ده شكل ومن هنا شكل تاني يعني ممكن هنا نعمل غامق خلص وهنا يبقى فاتح مثلا برسمة معينة أو بنقطعها مثلا بقلم أسود كده بالفعل على فكرة أنا في المهرجان لما تكرمتي في مهرجان تمام ميمي كارليكة الموضة اللي كانت معاكي كنت عاملالها كده آه كنت عاملالها تاكريس بس على أسود آه آه يعني مش مخليا سموكي قوي كنت عاملالها أسود تمام طيب هل الميكب أنا أنا بشوف عيون مختلفة في عين ديئة في عين جحزة في عين واسعة آه في كل العيون بقى أكيد الميكب بتاعها بيختلفوا وطبعا لأن العين هي أهم حاجة في الميكب يعني العين لو حلوة بتلاقي الميكب كله شكله حلو طبعا فقوللنا بقى كل عين برسمتها إيه؟ طبعا أو الميكب المناسب لها هو العين الديئة طبعا بنحتاج إن إحنا نوسعها بألوان فتحة من فوق أي شادو تمام ومنحط جوه العين أبيض أو نود لو حابة تدي لوك أوسع للعين شوية وبنسحب بأي لينر رفاية علشان نسحب العين لبرة تمام بس هنشوف مع بعض دلوقتي كمان معلش سورة تمام هنشوف مع بعض السور بتاعت كذا لوك إنتي عاملاه هايل بصراحة أنا مش مصدقة إن دي هي دي بفور وأوتر لا كمفليتلي ديفرنت هي طبعا الموديل زي الأمر وكل حاجة بس لا كمفليتلي ديفرنت أنا حابة تعمل لها لوك على لاتيني شوية حابة تعمل لها لوك على لاتيني شوية آه لأ هايلة إن هي يدي شكلها لاتينو شوية يعني لأ بجد هايلة تسلم إيديكي بجد مش سي عجباني جدا جدا لأ دي ما لهاش حل برضو آه دي أنا برضو عملت لها لوك جليتوري تمام سحبت لها العين عشان عانيها مبطنة شوية تمام حلوة قوي برضو ده لأ بجد ويا جماعة اللي عايز يتواصل مع الميكب أرتست نادا جابر الأرقام موجودة على الشاشة كمان البيتج بتاعتها البيتج بتاعتك اسمها إيه؟ نادا جابر ميكرو بلايدنج بجد هي هايلة هايلة جدا 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 آه يا ترى الوش المربع بقى مكياجه إيه؟ الوش المربع إحنا إحنا بصي بنحاول نوصل في الكنتور عموما للوش الأوفل البيضون تمام أوكي فإحنا بنشيل التربيع من هنا بنغمقها بنغمق بالكنتور آه وبنبرز الحتة بالهايلايت الحتة اللي عايزة تتبرز اللي هي الجزء مثلا يعني آه يعني إحنا التربيع دي يعني دي وشها مربع آه فأنا عملت هولها شوية يعني خلتها آه أحبت هولها آه بالزبط للشكل تمام سحبت لها الوش بالكنتور أعطاها شكل أحسن بكتير طيب إحنا الوقت بيجري جدا خلاص والحلقة قربت تخلص فقربنا نخلص اللوب بتاعنا آه خلاص تمام جميل جدا لسه بنتفرج على الصور أعزائي المشاهدين بنتفرج على الصور الهيلة وزي ما قلت لحضراتكم الميك أب أرتست نادا جابر آه على الفيسبوك آه نادا جابر ميك أب آه ميكرو بليدينج آه ميكرو بليدينج آه ميكرو بليدينج آه ميك أب أرتست آه ميك أب أرتست اللي عايز يتواصل معيها كمان أرقامها موجودة على الشاشة آه للي أي عروسة عايزة تتواصل معيها مفيش حاجة حلوة كده للبنانيس آه ممكن أول متصلة نعمل لها برضو على ذكرة أمه اللي كانت من أسوان دي كانت أول متصلة أخذي بالك آه بجد بس هي ما طلبتش كدت بتستفسر عن حاجة مش عارب تمام إحنا قلنا زي ما قلت لحضراتكم أول متصلة المفروض أني ليها ميكرو بليدينج هدية آه الحقيقة طبعا إحنا خلاص في الحقيقة مشاهدات الأعزاء الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعة جدا أتمنى أن حضراتكم دايما تتواصلوا معينا أرقامنا موجودة على الشاشة تواصلوا معي يقولوني مشاكلكم كل الميكب أرتست اللي قلت لحضراتكم عليها عايزين تشتركوا في المسابقة كلموني أو تواصلوا مع صفحتنا على الفيسبوك برنامج هي وآدم تواصلوا معنا دايما قلونا على كل مشاكلكم كل اللي بتفكروا فيه وفي انتظار حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم هي وآدم هنختم مع الميكب أرتست ومع المودل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر